العراق بالمرتبة الرابعة عالمية عربيا التاسعة والاربعين عالميا ضمن اكثر الدول نفوذا ما الذي يعني هذا التصنيف ما اهمية هذا التصنيف وربما الاهم ما الذي يعنيه بالنسبة للعراق شكرا لكم على الاستضافة بما لا يقبل الشك ان الاعتماد على معايير في قضية الاستبيانات او ما تجريها بعض مراكز البحوث العالمية اعتقد انه يؤشر الى وجود تقدم على مستوى النظرة اتجاه العراق ومن وجهة نظري على الرغم من كثير من المساحات السلبية قد اشار اليها تقريركم انا اتوافق مع هذا الموضوع في ظل غياب رؤية اقتصادية وانعدام للخدمات لكن اتصور ان هناك بعض المساحات يمكن التوافق معها على اقل تقدير فيما يرتبط بان العراق يتقدم على المستوى الامني حقق انتصار على تنظيم داعش ايضا استضاع في فترات زمنية ماضية من ان يكون مؤثرا خصوصا في موضوعة يلعب دور الوساطة ما بين المملكة العربية السعودية من جهة وايضا ايران من جهة اخرى ايضا اقامة التحالفات مثل ما شهدنا تفعيل الاتفاق الثلاثي من عقد اتفاقات هناك يعني عمل فيما يبدو متراكم على مستوى الحكومات السابقة لكن اتصور ان هذا التقييم قد يلقي بضلالة على السلطات كافة هنا اتحدث عن التشريعية والتنفيذية باتجاه ان يأخذ العراق مكانته الصحيحة على مستوى العالم كل ما يختزنه العراق من امكانيات يمكن ان تصل بالعراق الى مراكز متقدمة لكن الصراعات السياسية وايضا استشراء الفساد واعتقد ان وجود تراجع في بعض الجوانب على المستوى الديمقراطي فضلا عن ان عدام الثقة ما بين الشعب العراقي من جهة وما بين الطبقة السياسية المعادلات السياسية التي انتجت حكومات انا اعتقد انها يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار لغرض اعتماد المعايير الصحيحة لم يكشف هذا التقرير والتصنيف بالتحديد من هم كانوا مسؤولين عن قضية الاختيار العراقي وتحدث عن 320 الف خبير لكن لم يتطرق من هم هؤلاء الخبراء العراقيون لذلك اجد في بعض ابواب هذا التصنيف امر قد لا يرتبط بالواقع العراقي موسيقى